عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع مسؤولي الشركتين المنفذتين للأعمال والخدمات اللوجستية الخاصة باستضافة مؤتمر تغير المناخ كوب 27 للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتنفيذ الأعمال بعد أيام من زيارة الأخيرة لمدينة شرم الشيخ وخلال الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء أنه شارك على مدار اليومين الماضيين نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم جنازة الملكة اللاذبث الثانية لتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة حيث أتيحت الفرصة للحديث مع عدد كبير من قادة العالم الذين أكدوا حضورهم القمة وأضاف مدبولي أن أهم شيء بالنسبة للحكومة الآن هو تنظيم مؤتمر ناجح بكافة المقيس ولذلك تعقد اجتماعات للمتابعة بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف على آخر تطورات الانتهاء من تنفيذ الأعمال واللوجستيات الخاصة بالمؤتمر